ما تزوائيني يا ماما أوامي يا ماما ما تزوائيني يا ماما أوامي يا ماما ده عريسي حياخدني بالسلامة يا ماما لا لا إلا الله والبيت كان نقص عهد آه الله يا حجة سنكفولة نسيت المجلة بتاعتك الورث اللي سبهولنا أجدادنا العظماء مش أي لازمة الوزة والبطة شوفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتباه دلنا قوي ان شكلي بقواحش قوي و الدم سيف يترى بيقول علي ايه دلوقتي ماما ميمي انا مبرحة فضحت في النادي فضيحة بجماجب بجلاجل جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجل بتخوف اكتر بكتير قولي لي اما ميمي عايزة تسيبي شعر كيرلي ناترل كده ولا اعملك بريد؟ لا اعملي لي بان نيلي نيلي انحقيا نيلي انا لقيت رسالة في المجلة اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي؟ ايه؟ questioning ايه حج مالك ايه؟ عااجيي انالي عااجي عااجي منطز عليش يا ماما ميمي انا م Väيري ساري من فضلك اهدي بق شوية عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا وانت بليز انجزي عشان هاي مش هينفع تفضل كده كتير طب أعمل لها إيه؟ ما هي المكانتش رادية ولا تسيب المجلة ولا تسيب رأبتي ما تسيب لها المجلة يا شريهاء؟ الست ما فيهاش نفس لا يجرى لها حاجة يا حبيبتي ويحسبوها علينا يا بني آدمة ونخش فيها السجن أبوس إيدي يا خالت يا سيب لها المجلة إزاي بقولك جدنا سايب لنا رسالة بيقول لنا هنلاقي الصروة فين؟ انتي هابلة يا بنتي صروة إيه لها نلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو أنتو مش قلتو إن جده فلوسه اختفت وسب لوكو المجلة دي؟ أيوة وعمو عبدالله قال إن آخر حاجة جده قالها قبل ما يموت إن الصروة في لغز ميكي؟ آه آه أوكي ومين بقى يا تيزة اللي كان بيقال في الكلمات المتقطعة دي مش هو؟ مم أنا بقى حليت الكلمات المتقطعة دي وفهمت منها كده إن هو تقريبا سايب لنا فيها رسالة رسالة إيه وصروة إيه اللي في الكلمات المتقطعة دي؟ أهو اسمعي عشان تصدقيني إلى من يقرأ الرسالة إذا أردت الوصول للصروة الحل لغز ميكي؟ ده كلام جانيرل قوي هو أصلا مش عارف هو بيكلم مين؟ طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقطعة؟ بس أنا مش فاهمة يعني إيه الحل لغز ميكي؟ مش المجلة كلها لغز ميكي؟ يا بيت لغز ميكي يا بيت اللي بيبقى في أول صفحة هو؟ مش فاهمة بردو بيقول إيه يعني؟ وأنا ما أعرفش أنا كمان أنتوا فاكني يعني فاكوكا قوي ما أنا بقالي ساعة مش فاهمة حاجة ولو قاعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجة ما تقولين نحنا يمكن نفهم؟ لا والله طب اسمعي يا خالتي اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي حد فاهم حاجة؟ أه، التشاش يعني؟ طب ما نفكر ماما ميمي هي تفهمنا؟ يا ختي نفكها نعمل بيها إيه؟ ما المجلة معها بقالها سنين؟ لو كانت عرفت كانت حلتها؟ كان القرد نفع نفسه، القرد برضو وتقفر؟ على فكرة اللي بتتكلم عنها هديجي الدتي يعني لو محترمتوش نفسكو ناسيبها عليكو طب احنا نعمل هي دلوقتي ولا حاجة احنا نروح لساعة بدل يمكن يا رفيح الله مع انك ست بيئة وويرد جدا بالنسبالي وبكراهك بس جود ايديا من الهرط للهرط راسول يا حبيبتي سانكي يو نفكر ماما ميمي بقى اللي وسلم لا استني قبل ما نفكر ماما ميمي دي بقولك يا حاجة انا هفكك بس عافها لو عبتني هيس بري امسنت حرم عليكو طيوبة قوي ماما ميمي دي طيوبة بصي بلسم لا العزبية بس لو تبطل حركاتها دي الغريبة كده اه هي اسا عبتك ما قاعدة انتا عائلا مkids أنا متشكدة قوي يسيف ان انترديث تيجي معنا للمشوار دا ان اعرف ان انا بتعبك معي بس ما كانش عندي حد غيرك أكلمه كان زومه إيه بس تتعبي معانا ما كنا خدنا مكروباست بليز بليز ما تجب ليش سيرة الشيء ده تاني أفر ده كان أسوأ يوم في حياتي أنا مش هكي لك كل اللي حصل هقولك موقف واحد بس صغير كان فيه ستة قاعدة جنبي بتردع ابنها مش من الببرونة طيب و ايه المشكلة؟ ما عنديش مشكلة بالهنة والشفا بس ليه لما الطفل يخلص الردع يشقطها كلها علي قشط اسمها الطفل قشط دي هناك فعباس العقاد يا جماعة أنا كده كده ما عنديش أي حاجة طيب عالينا من إيه اللي انت توموري طيب أقولك إيه يا برينس أول الكاسك مش شغال ولا إيه؟ شغال طيب إيه بيشغل شرايت ولا استوانات؟ لا فيه ايو اكس خده شغال انت عايزة لا لا ملناش في الأجنبي يا ابن عمي شغلنا كده حاجة شعب جميلة اسمعي يا شوشو وديني رمضان آه حلو وديني أنا كمان رمضان عاشتوني قوي قوي ...بتعرفين من كترة عادتي في السجن اكتشفت إنا نحن قوتنا فلماتنا انتوقع حاشتوني قوي أنا كنت أمتاكد إنكم مش هت restrictiveوا عني أكتر من كده وني قدوا أنكم تيجوا تــورني على طول بس إحنا عايزينك في موضوع تاني خالص والله خير احنا عرفنا ازاي هنوصل للصروة بتاعت جده صروة داد؟ ازاي؟ هاو فاكر المجلة اللي سابها جده اللي ماما ميمي مسكها طول الوقت ايوه بلا لقينا فيها ميسج من جده بيقولنا ازاي هنوصل الفلوس ميسج في المجلة؟ ازاي؟ هاو انا حلت الكلمات المتقطع ولقيت فيها رسالة بيقول فيها ان الصروة في لغز ميكي حاولنا بقى نقرأ اللغز وما فهمناش حاجة ايوه هو اللغز بيبقى صعب شوية بس انتوا فاتيتكم حاجة الحل بيبقى بالمقلوب دايما ايوه ما احنا حلنا بالمقلوب وما فهمناش حاجة برضو تب هو اللغز كان بجول ايه بتزبطه؟ ثانية واحدة اتفضل ايه ده؟ انتوا جيبتوا المجلة دي ازاي من ماما ميمي ازاي هاو ما هي خالتي حط تطلقها حبيتين ابا تريل في الشاي كومها اه مش ممكن بنده ده انا متربي على بنده سيبك من بندق وخليك مع ميكي عرفت تحل اللغز؟ بس يوه المسألة صعبة بس يمكن يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في امارة اسمه عبارة الدمنهوري نسبة لصاحبها حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري طيب يبقى الحل في المرسم ده نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد بس مش ينفع تروحه من غير بندق لانه بندق هو اللي مع المفاتيح مش وقت استزراف خالص يا عمه انجز بندق ايه؟ يا بنتي انا وبهزرش انا بتكلم جد نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد بابي لخص مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره والراجل ده هو اللي مربينا جده ما كانش بياخته خطوة من غيره بنداري يبقى بندق وبندق يبقى هو بنداري طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطة قوي انا معي عنوانة سبحان الله يعني الحوار ده تلعب جد؟ شكله كده يعني جدك كان يقصد حاجة باللغز عشان نلاقي الكنزة بعدين بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده مرسي قوي يا جماعة انكم جيتوا معنا تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه؟ احنا جايين معاك عند عم بندق جايين معانا ليه؟ عشان انا ليه في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالزبط وانتي اكيد مش في وعيك بقى ليه يا حبيبتي او مش جدي زي ما هو جديك؟ ايوة بس هو سبلنا احنا المجلة وسبلنا احنا الفلوس بقولك يا يا بيت انتي الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله هو لو كان عايز سيبلكو فلوس كان يسيبلكو انتو كمان مجلة انت شكلك نصبة يا بيت انتي وعايز تاكل حق حقك ايوة انت خلف عنتي حق يا حبيبتي بالشركة والقانون تعينا اطلع على اسم وعرفك يعني ايه حق انت فكنا نهافية ولا ايه؟ ده ناكلك صح يا كده لا لا انت شكلك ما قاللت لان ابو عايزة تدرك مين دي لانانت لا لا انا ممكن عجلاتك بس بس مش عارف اصوف بتوتر ونسايا طب تجيب اسوق انا شوية يا اخي ما تلمسنيش وما حاجب سوق عربيتي غيري اتجودة خلصت يا جماعة خلاص أنا أصلاً دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجلة وبندق وبنداري أي كلام فاكس يعني صدق فعلاً فاكس ضحوار عبيت أساساً وإحنا مش فاضين للكلام ده بالزبط ها قولولي بقى تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين هنا فين يا ست الكل هنا منطقة مقطوعة ولا فيه وتوبيس ولا مكروباس ولا توكتوك حتى هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا إحنا يا هاني تاكسي يا بيت أنت تجننتي بعدين مشوار إيه أصلاً؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير طيب خليك وأنا كده كده أعدى على التحرير أبقى نزلكوا هناك بالمرة إحنا مش رايحين التحرير يا سيف إحنا رايحين أكتوبر أكتوبر يش ماني؟ مش إحنا قولنا نعدي على شريف وسوق عشان نروح السينما؟ إيه ده هو شريف راجع من البلد؟ الباشا من شوية قال إن هو رايح التحرير مفيش مشاكل روح التحرير ونزلنا مه ماشا ناخد أي حاجة من هناك هشهشت إحنا مش نروحين الأماكن دي؟ خلاص نزلنا المؤسسة وناخد مقربس وعمرنا لله إنت اللي بتصعبها؟ ومال هنزل هنا فين يعني؟ بقولك إيه نزلنا المؤسسة؟ يا أخي ما تلمسنيش قلتلك وبعالين أنا ما عنديش مهنة عن نزلك المؤسسة لكن هنزلك مؤسسة إيه؟ مؤسسة مصر الخير؟ مؤسسة الوفاء والأمل؟ أنا مش عارف مؤسسة مؤسسة يا هنم احنا هنركب تاكسي قلنا قلني تاكسي تاكسي أعرف تفعينتي؟ هتفع يا معافن يلا سلامه عليكم يلا استني الدين المجلة الله هنتي مش قلتي مش فاقية معاك المجلة المجلة بتاعت ماما ميمي أصلا طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي مش انتوا لسا تخشوا السينما مش تدخلين السينما؟ أيوة دخلين السينما طيب خلاص يبقى سلامه عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس شكرا والله سلامه عليكم قلنا راحنا معهم السينما اسكم بقى نعمل اخمزة كنت مش فاهم حاجة حدائق القبى يا ستا حدائق انت مش راح التحرير هصحبك بعدين يلا يعني هو المرسم بتاعجدك ده هنلاقي فيه كنز متبقاش أوفري يا سيف كنز ايدي فلوس عادي خلاص اول من الراجل يطلع نمسكه نكتفه ونقوم ضربينه واخدين الفلوس لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم اسكت بقى اصلا جاي عندي طاقة كده ومتحمس ان انا كتف حد طب خلين اعرف ده البيت ولا اه لو سمحت ده بيت عم سنجاري سنجاري ايه؟ اه ده بيت عم رضة مقفول واحنا جاينا قدورة اه لو سمحت ده بيت بنداري عم بنداري سكن في اول دور طح اه شكرا ريحت وقلبة دونيا عم سنجاري اه لو سلام اه لو سلام اه لو سلام لابنتي اصلي طالما الراجل شعره بقى رزي وليبس الربدة يعرف ان جوا فيه شاء اللبازات ولا ليه؟ اتفضلوا تعالوا تعالوا اتفضلوا يلا ايه ده؟ هيخلينا نتفرج شرفتولا اتفضلوا 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 ازايك يا انكلام بندق؟ لا ارجوك ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحتي مش قلتلك الراجل ده بتاع شاء اللبازات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده عشان كنت اطمن عليك وعلى ماما ميمي وعلى شريان بص بايا انكلام بندق انا مش عايزة اي بني قدم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا بالزيت اللي اسمها الشريان دي خلاص يا بنت خلاص خلاص اعتبر سردك ده فيبير طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره صندوق الاسود اللي بتحطي فيه كل الاسرار بتاعته الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت كويس قوي طب يعني لو ارز يعني ايه اللي فكركوا بيا كده كلكم مرة واحدة؟ كلنا مين؟ اه هو انا اعصد يعني انت وختيبين وخطيبي ده صح؟ ومش ده خطيبك؟ اه اه خطيبة طبعا لا ده مش خطيبي خلص ده واحد صح بعادي بتقول كده عشان حسد لو سمحتي انكل عمى بندق انا كنت عايزة اطلب منك طلب كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد نفتحه اخد منه حاجة بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور بجور خلص خبور وبور مبور ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزة تعملي كده قولي دي بس وانا اتجاهز نفسي وافتح لك البلسة اعيزك ده دلوقتي حالا دلوقتي ما دلوقتي انتجعش مش اينف علي خلبوس عمى بندق حبيبي يا عمى بندق عمى بندق شريهان؟ ليه؟ عرفتي بقى ماينفعش ليه؟ دي اخر حاجة كنت تخيلها شريهان وعمى بندق ايه؟ انا مش هنحبس بساي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت الاسم مكاني الدبدوب ولا ولا لم نفسه انا لازم امش من مكان القازر دوت او ازاي حضرتك متقوليش ان السحلابة دي موجودة هنا؟ لا 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 الفلوس من وراينا. لق يا حبيبتي! السحلابة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا! احتمي نفسك يا بتنتي! السحلوبي! رض عليها! لم نفسك يا بتنتي! الله 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 الله! في ايه ده؟ الزات كلامك أنا دابدوب! لما نفسك يا نور! طبعاً إذنت كده؟ يا سحلابة! يا سحلابة! يا سحلابة! الله 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 الله! طب أقولك على حاجة السحلابة دي تبقى أمي! يا سحلابة! يا سحلابة! يا سحلابة! عمي بندق! عمي بندق! حرام عليكي والله! الراجل حيموت! أنت السبب! وأنا مالي! هو أنا اللي كنت بطحته بالزهرية! يا سحلابة! ما تقولي ليش كده في وشي! قولي فيز! قولي فوزة! حتى أنا! ما تقوليش أنا كده في وشي زهرية! برضك أنت اللي بطحتي بالفيز! أنا كنت عايزة أخباتك أنت! بس أنت اللي مشيتني مكنتش عارفة! أصلاً كده كده مكنتش عارفة أخباتك بالكوكاعة اللي على دماغك دي! كوكاعة دابوني! لا بس بقى أنت وهي! خلونا تشوف الراجل ده اللي حصله! عن بندق! عن بندق! الراجل بيصوصوا يا جماعة! طب صوصولوا في ودنه ممكن ينتر! شيف 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 شيف! أنت إيه اللي جابك هنا؟ جاي معي يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي! اللي هي حقي ونصيبي! برضو هتقول لي فلوس جدي! بص يا حبيبتي عشان نجيب من الأخي كده! أنا ليا في الفلوس دي زيك بالزبط! بردكي أو غصبة عنك! والمجلة معي! عايزة تكملي معي في الحوار أهلاً وأسهلاً! مش عايزة أنت حرة! هيا كده يعني! أوكي! الحمد لله بيقوها يا جماعة! بس بس بس! بس كلبه وراح كلبه وراح! خير الله! خير الله! جبنا العيش وحطته في التلاجة عشان تشغيل! آآ آآ جبنا العيش وحطته في التلاجة! الحمد لله! انت مين؟ أنا العيش الملدي! وأنا التلاجة! لا لو سمحت يا عمي بندق مش وقته بقدان ذاكرة خالص! عايزين نروح نشوف الفلوس! عندي مين؟ أنا نيلي عبدالله مكاوي! نيلي! والله كبيرتي يا نيلي! ايه؟ ايه يا عمي بندق في ايه؟ مش ممكن! مش ممكن! مش ممكن! كل حاجة زي ما هي! أنا مجيتش هنا بقالي خمستعشر سنة! لكن كل حاجة زي ما هي! المحلات! المحلات اللي برا! والعمويد بتاعته النور! حتى الخ.. حتى الخشف ده! كله كله! يا ربي! مفيش حاجة بتتغير أبداً! كل حاجة كده! والحماويد! والأبوة دي! وكله كله كله! ياه! عالدنيا! ياه! ايه ده! حتى عمي عبدو! من خمستاشر سنة دي قعدته كبات الشاي والمتاع وله يمكن بس سغير الجلبية! لكن! زكا عمي عبدو! زكا عمي عبدو برك ايه؟ ايش فاكرني يا راجل! الزاكرة بقى انتعرفين! خمستاشر سنة! يا سنة! فاكر عمي عبدو الزكريات الحلوة! ولما كنت بتجيبني طبق الفول أبو طحينة وزيت الحر! ها! فاكر! ياه! تساعتها! كان آخر طبق! يعني ما حاسك تكش عليه! ها! زكا عمي عبدو حشني! قوي 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 قوي! بس! على فكرة يعني! أنا مش عمي عبدو! يا دي المش عمارت الضمانهوري! لا! هذه مش عمارت الضمانهوري! عمارت الضمانهوري هناك! هذه اللي هناك دي! أه! طيب حتى اللي! طيب وأنت لم يقعدك أنا عمي عبدو! بردا هاتقول لي عمي عبدو وانا باسميش عمي عبدو! ماذا دي بس؟ انت بتنكر نفسك لي عمي عبدو! بردو هيال عمي عبدو! ما تعصبنيش ودي خلاص! خلاص خلاص、 يلا بيني عمي بمي بندو! يلا يلا! سوري يا أم عبدو مرد يا أم عبدو مرد يا أم عبدو بس بس ألا في إيه؟ في إيه؟ أكذاب كذب ألا ألا أم عبدو تعال كش بالكفوش أنا مش شايفة حاجة هو النور معطوعة ولا إيه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع أوكي ياه أنكبوت ما كان غريب ده ناسك خيوته مش موجود سيف ممكن تجي جنبي هنا؟ ممكن يهجمنا في أي لحظة بس بقى ترجمش اللبس ترجمش إيه ده؟ ما تمسكش، ما تمسكش تراب هو جدك كان بيتبع من شرابت إيه ده؟ نيل بتاع ده؟ ميكماوس مين ميكماوس ده؟ هو جده، غبي حسنuh مجرد السكين انا خاف منك انت ولا هاني البتاع ده غريب قوي ده ميكي مين ميكي بقى اللي انت بتقول بقى واو انا مش قادر اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي يجيبه لغز ميكي انا مش قادر اصدق كمية التراب اللي انا وقفة فيها هو احنا جايين نسكن هنا احنا جايين ندوع عالفلوس شوشو شو شو تتعمل ايه هاقض استنى يا مان مكان كله تراب يا عرف ده يا حرف تعمل ايه تعمل ايه انت اعادي يا شوشو اعادي طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى ما احنا زينا زيكة هوا مش فاهمين حاجة بس قادينا بنفكر بس اللغز بيقول ان الخزنة بتاعت الدمانهوري تسرقت تفتكوا فيه خزنة بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون فيه خزنة هنا لو فيه خزنة تبقى في قوضة مكتب اه ولو موجودة هتبقى السرقت طب ما تيجوا نشوف القوضة يا جماعة ممكن تكون قوضة المكتب تعال بقى لك يا سيد ايه خش دور على الخزنة هنا وانا هدور هنا مطراب قوي مفيش حاجة هنا مفيش حاجة هنا برضو ما اتحوالش مفيش ايه 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 اعمل لك جباز شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا عم بندق مش عايزين شايلة انك لو عملتنا شايلة هتوقت تاني وتجي تخدنا تاني فشكرا مش عايزين حاجة خليك وافنا خلاص انا عاشف جدا عم بندق يا لذيذ انت فيه خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا اكيد لا ولا تعمل زي عم عبد البواب لا 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 اكيد لا اصلي انا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده ولو كان جده وجاب خزنة كان قالي اصلا هو بميخربش علي حاجة ابدا خالص جبت بحبي دي انت بتحب المكان ده؟ جدا جدا بما تنظفه؟ بيجي لحساسية وبعد كده اقول لكم اللي حاجة بصراحة؟ انا ليه ذكرات جميلة جدا 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 ترا في اللوحة دي؟ ملا انا اللي بعلقه جبت مصمار عشرة سنتي صلب حطيته ماشا كدهبش واجهله اهو رفت عنك اهو جاي تنزل طبعا اما نجي على صباحك ما جايش في المصمار لا جاي في المصمار وعلقت اللوحة وما انت عاد تعملي كده ليه فكرتك هقول كده بحب الساسبنس يا أولاد أصلا هايف استنوا يا جماعة اللوحة دي هي هي اللي موجودة في المجلة وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها ايه حبيبتي الأفلام اللي انت عيشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامع دلوحة يا عما بندو بيقولك هوا اللي معلقها بنفسه حتى اجاب التوبة والمصمار عشرة سنتي صلت وراح عامله كده وعمل التوبة جامد كده تش ما خبتتش في صباحه رح ها لا حتها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليه رقم سري؟ اكيد طبعا انت كمان هتعمل نفسك عارف ان فيه رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليه رقم سري بس انا بقولتش ايه هو الرقم السري؟ طبعا عشان ما تكذبش والسعي كده تاريخ ملاد جده كام؟ تلاتين عشرة اربعة وتمانين تعرف منين انت؟ اللي عارف منين؟ اي عائل صغيرة عارف تاريخ ملاد جده ده هداف الاقلي وافريقيا يا بنتي انا مش بتكلم على جده ده انا بتكلم على جدنا احنا اتنين وعشرين عشرة الف تسعمية اتنين وتلاتين يعني ناينتين؟ ماليش الاثنين قابل التلاتة ولا التلاتة قابل الاثنين؟ معروف ان التلاتة اكبر بالاثنين انتو بتقولوا اتنين وتلاتين فانا بتلخبط ماب خلصني وبوبلم ما بتفتحش؟ طب جربي كده تاريخ ملادي؟ تاريخ ملاديك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني مهو بيفتح الاميل بتاعي الباسورد تاع الاتم تاع جده كام؟ يعني ايه الاتم دي؟ الاتم اللي هو الرقم القومي يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كنلحق الرقم القومي الاتم دي؟ البطاقة الاتيمة عشان كده اسمها الاتم اللي هي دلوقتي بيسموها الاتم مش لما تكيتخش مكان يقولك لو سمحت هات الاتم بتاعك اوه ده انتو بتخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تكلف اوه المكان ده بيخلان نفكر بشكل متخلف ونفكر بشكل علمي شوية انا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاك ده يعني ايه رقم العدد فين ده؟ رقم العدد الموجود على المجلة من بره اوكي صحيح انا بس بعالي اذنك بعالي اذنكو بعالي اذنكو ممكن بعالي اذنكو ممكن بعالي اذنكو تفضل ها ايه ده؟ موسيقى 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 موسيقى